التقى الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون في مكتبه في نيورك بمستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله ربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المنظمات الدولية والمركز لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجها في اليمن ثمن الأمين العام للمنظمة الدولية بن كيمون الدور المهم الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني في مساعدة الشعب اليمني وتسلي صل المساعدة الإنسانية لأكثر من 20 مليون مواطن يمني في أمس الحاجة إليها وأكد الأمين العام لدى استقباله رئيس المركز معالي الدكتور عبدالله الربيع أكد على أن هذا المركز الإنساني استطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يحقق نجاحا ملحوظا بإقامة علاقات مع مختلف المنظمات الإنسانية متكيفة مع أنظمتها بما يتماشى مع معيير الأمم المتحدة تمكن مركز الملك سلمان في المملكة العربية السعودية ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة من إقامة علاقات تنسيق قوية وشراكة أساسية لبناء أفضل السبل للمساعدة الإنسانية والتي تعتبر أمرا ضروريا لمواجهة الأزمات الإنسانية في العالم بدوله أكد رئيس المركز معالي الدكتور عبدالله الربيع على أهمية هذه الزيارة التي تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين المركز والمؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما يساعد على تخفيف معاناة الشعب اليمني والمحتاجين حول العالم زيارة هدافها أولا إضاح الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان لغاثة العمال الإنسانية وإطلاع الأمين العام ومساعديه على هذا الدور كما قمنا بإضاحة جهود المركز المباشرة لمساعدة الإخوة في اليمن بلا استثناء وقدرة المركز للوصول إلى كافة مناطق الأمن لمساعدة منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وشدد الربيع على أهمية ضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا تستخدم للأغراض العسكرية مؤكدا على أهمية وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة من أجل عودة السفن التجارية والإنسانية إلى الموانئ اليمنية في أسرع وقت ممكن ننقل بسعودية حريصة على وصول السفن التجارية والإنسانية بطبيعة الحال طالما أن هناك ضوابط لمنع استخدامها لهداف خلاف ذلك تم التنسيق مع الأمم المتحدة وإن شاء الله أن تصل هذه السفن ويتم رفع معاناة الشعب اليمني وأكد الدكتور الربيع على أن الجهود الحالية للمركز هي جزء من استراتيجيات شاملة تعنى بمساعدة المحتاجين على مستوى العالم بغض النظر عن العرق أو الدين وتاتي أهمية هذه الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الإنسانية لتعزيز جسور التعاون والتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني خاصة أن المنظمة الدولية تمكنت حتى الآن من جمع 47% من الأموال التي تعهدت بها الدول حاصلت زيتون الإخبارية من داخل مقر المنظمة الدولية نيويورك